السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طالبات وطالبات والأمور الصف الرابع الابتدائي أهلا بحضرتكم معانا في قناة مستر عمر رجب تو معاكم مسهبة رجب النهاردة ان شاء الله هكمل معاكم حل وشرح ما انا هجدتر من الاول من كتاب بيت باي بيت عشرين ادنين وعشرين كونكت فور سبب وحلينا قبل كده الواحدة الولى والثانية والثالثة والرابعة وحلينا كمان الدرس الاول والثاني من الواحدة الخمسة والنهاردة ان شاء الله هنحل الدرس التالت والرابع والرابع من يونت 5 وبالنهاردة معانا يونت 5 الدرس التالت والدرس الرابع ومعانا يا حبابي ليسون 3 الدرس التالت بيت نومبر 200 صفحة 210 يبقى عندنا الدرس التالت في الملخص صفحة 210 من الواحدة الخمسة ووركارز ان ار كميونيتي يعني العمال في مجتمعنا يلا بنا نشوف الكلمات عندنا شاحنة ترك 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 ادوات خطيع خطب하신 الواحدة خطبا خطبا عندنا ورشة أصلاح السيارات اسمها هي repair shop repair shop repair shop دراجة bicycle 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 هنا السي بتتنطق A scene عشان جي وراها Y وهنا بتتنطق A calf السي بتتنطق scene لو جي وراها Y أو I أو A لكن معادة زالك بنطقها دايماً A K أو K bicycle يبقى شاحنة truck truck ورشة أصلاح سيارات repair shop repair shop repair shop دراجة bicycle اسمها الإشارة demonstrative nouns عندي هذا أو هذه اسم إشارة للقريب المفرض وذات يعني ذلك أو التلك للقريب للبعيد sorry 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 وذات للبعيد sorry sorry للبعيد للبعيد المفرد يبقى قريب مفرد this طبعاً إيه this is يعني هذا يكون بعيد مفرد that is يعني ذلك أو تلك يكون these are يعني هؤلاء دي جامعة قريب طبعاً دي جامعة بعيد يعني إيه those are يبقى المفرد بياخد is والجامعة بياخد are مفرد قريب this is مفرد بعيد that is جامعة قريب this is are جامعة بعيد those are دي أسماء الأشارة اللي عندنا فيه الوحدة تمام؟ بعد كده عندنا فيبس أفعال يتعطل break الماضي منها broke break broke break broke كمان عندنا إيه يصلح fix الماضي منها إيه fixed fixed كمان عندنا يأخذ take الماضي منها talk take talk take talk دي بالنسبة للحنافلة ما تكون بتنقط تنقط يعني إيه dropped dropped بعد كده عندنا أذر ويردس كلمات مهارات skills مساعد بعدنا البعض help each other help each other منازل محلية local homes local homes يجعلك تشعر بشعور جيد يعني it makes you feel good it makes you feel good وظيفة job job مهارات خاصة special skills special skills special skills على سبيل المثال for example for example شركات أو أعمال تجارية يعني إيه businesses businesses شيء interesting interesting عكسها ممل يعني إيه boring boring يعني ممل صفحة اللي وصدها 211 بيقول إيه grammar اللي هو الإيه قواعد لغوية للإشارة إلى شيء مفرد قريب يعد أو لا يعد بنستخدم زيز بمعنى هذا أو هذه زي ما قلنا this is the socket هذه المربس أو البريزة the electrician is fixing اللي صلح إيه القهربائي this was that and this was us بعد كده الإشارة إلى مفرد بعيد بنستخدم إيه that that is the water dripping from the faucet يعني إيه المية دي بتنقط إيه من الحنفية بعد كده عندي these طبعا these are دي إيه جامعة قريب these are the plumbers tools هذه أدوات السباك أو هؤلاء أدوات السباك بعد كده عندنا those are وبعد كده نشوفه قريب ولا بعيد آآ طبعا البعيد بناخد that للمفرد و those للجمع والقريب بناخد this للمفرد و this للجمع للتعبير عن الملكية بنعملها إزاي apostrophe s المالك وبعد كده apostrophe s والشي المملوك the builders the builders the builders ما يأتي بعدها ملك اللمة قبلها the builders hats are hard بيقول لي إيه إذا كان الاسم جامعة وآخره اس بنعمل إيه بقى بنضيف الأبصر في بعد الاس مش قابليها تمام تبقى the builders has are hard اللي هي قباعات البنائين صلبة الأسماء الجامعة لتلاتة انتهى بحرف الاس بنضيف أبصر في اس عادي جدا the children ده جامعة الشاز يعني أطفال لعب الأطفال all children's toys are nice ألبنا الصفحة 212 بيقول لي read which people help every day يعني مين الناس اللي بتساعدك يوميا workers in our community اللي هم إيه إلو عمال في مجتمعنا do you like helping people هل تحب مساعدة الناس in our community في مجتمعنا we can all help each other كلنا ممكن نساعد بعضنا البعض many of the people and make our city or village and make our city or village ونجعل مدينتنا أو قريتنا a nicer place to live يعني مكان أفضل للعيش للعيش للمعيشة for example على سبيل المثال a bus driver cycle autobies بيعمل ايه help us a bill بيساعد البناء to get to work إن هو يصل إلى عمله when the bus breaks طبل ما يتعطل tricks يعني يتعطر عندما يتعطر الأوتوبيس the bus driver cycle autobies the bus driver cycle autobies as packages اللي هي الطرود البريدية and letters و الخطبات بعد كده بيقول we all need إحنا كلنا محتاجين the garbage collector جامع وكمما to take away our garbage عشان ياخد الزبالة بتاعتنا والأيب كمما بتاعتنا بعيدا and keep our streets clean ويجعل شوارعنا نظيفة we can all help each other ممكن كلنا نساعد بعضنا البعض it's the right thing to do ده الشيء الصحيح المفروض نعمله to do and it makes you feel good ويجعلك ايه تشعر بشعور أحسن أو أفضل we all like different things كلنا بنحب الأشياء المختلفة إزاي قال لك بعض الوظائف are interesting for some people بعض الوظائف بتكون شايقة لبعض الأشخاص but they are boring لكن نفس الوظائف دي اللي بيعجب بها بعض الأشخاص ممكن لها أشخاص تاني بيقولوا عليها ايه دي وظائف مملة يعني بيقول لك ايه لو لا تعدد الأزواق لبرة السلع بمعنى يا سنة رابعة من حكمة ربنا علينا أن كل واحد فينا بيحب حاجة معينة ووظيفة معينة فبكده احنا بنكمل بعضينا لكن لو كلنا مثلا أطباء من اللي هيكون معلم ويعلم الأبناء من اللي هيكون بنا ويبنيدنا المنزل اللي بنعيش فيها من اللي هيكون صائق ويوصلنا لأعمال بتاعتنا والمدارس بتاعتنا فإحنا هكون هنا ايه بنكمل بعضينا فهنلاقي بعض الوظائف ناس بتحبها ونفس الوظائف دي اللي هي ناس اللي بتقول عليها ايه لا دي مملة فكل واحد بيحب حاجة معينة فطبعا الاختلاف مطلوب بعد كده بيقول لي ايه بس برضو في النهاية لكن في النهاية كل الوظائف ايه هامة جدا ومفيدة بعد كده بيقول لي ايه هل توفك على الجمل الاتية في بعض الوظائف اهم من الوظائف التانية لا طبعا كل الوظائف ايه هامة بعض الوظائف مملة جدا اه طبعا في ناس بتشوفوا ان بعض الوظائف مملة والناس ثانية بتشوفها هي انترسنج نحن دائما محتاجين ان احنا ايه نساعد بعدين البعض طبعا الكلام ده برضو ايه صحيح الصفحة اللي صارها مانتين و تلاتاشر بيقول لي ليت ان متس بيكتشارز توزي سنتنسس اكرا ووصل الصور بالجمل انا عندي سبع جمل عن سبع بيكتشارز و سبع ايه صور احنا بس هنهار الجملة وحاول اشوف الايه والصدر بتاعتها ونحط فيها الرقم بتاع الجملة نمبر اون بيقول لي ايه ذات الزا باس ذلك الاوتوبيس درايفرس باس الاوتوبيس ازا بتاع صارك الاوتوبيس فين طبعا دي صور الهكتب فيها ايه وان الجملة الثانية نمبر اون بيقول لي ايه this is the socket the electrician is fixing ده البريزة اللي بيصلحها من الكهربائي فين اهي هروح كاتبين فيها ايه two نمبر ثري الجملة الثالثة بيقول لي that is the garbage دي او قمامة collectors garbage collectors دي الشاحنة بتاعت ايه بتاعت ايه جامع القمامة هنكتب هنا ايه three four بيقول لي these are the plumbers tools هذه ادوات السباكة هنكتب هنا ايه four five that is the male carriers bicycle دي دراجة ايه ساعي البريد هو عملها الناهي نمبر five نمبر six this is the car the mechanic is fixing دي السيارة اللي بيصلحها ايه الميكانيكي طبعا دي نكتب هنا ايه six those are the builders hard hearts هذه ايه القبعات الصلبة بتاعت الايه البنائين هكتب هنا ايه seven تمام look read and match اقرأ انظر واقرأ ووصل the sentences الجمل to the package charles bay that male carrier ساعي ذلك ساعي البريد is delivering letters بيوصل الخطبات طبعا ايه دي الصورة اللي معنا اكتب حرفها هنا حرف السي بعد كده these mechanics هؤلاء الميكانيكيين work in the repair shop بيشتغلوا في ورشة اصلاحات طبعا حرف الايه الصورة ايه this bus is taking me to school البص ده هو اللي بيوصلني المدارسة طبعا حرف ال D بعد كده those builders هؤلاء البنائون هؤلاء كالبنائون are building the new hospital بيبنى مستجفى جديدة طبعا حرف ال B ألبنا الصفحة صفحة 214 بيقول لي complete the sentences يعني هك من الجمل دي يا ذلك هؤلاء هذا او هذه وبعد كده زوس يعني هؤلائك مفرد بعيد جمع قريب مفرد قريب جمع بعيد can you see هل تستطيع انترى نقط is the builder هل ترى ذلك البناء that عشان بعيد عني طيب نقط is my aunt دي عمتي her name is amira اسمها amira she is a t-shirt طبعا انا بحضونها وبتكلم عنها هي بقول عليها ايه this this is جمع ايه بتاع ده ايه مفرد قريب بعد كده انا بشاور على ايه the children are going to school التلميذزون الحين مدرسة وبعيد عني قال شايفين المسافة من انا بشاور والاطفال يبقى those ولائك الجمع بعيد طب دل قريبين مني خالص هوا the children are watching tv الاطفال دل بشاور والتلفاز يبقى these these جمع بعيد that مفرد بعيد this is مفرد قريب those جمع بعيد وعندنا these جمع قريب بعد كده بيقول لي ايه choose two jobs اختار وزفتين think of two advantages المزايا and two disadvantages مستين وعبين for each one work with your partner يعمل ايه هنشتغل ايه مع زميلك بيقول لي a garbage collector is outside all day the garbage collector بيكون برا طول النهار when it runs the garbage collector is get sweet من الماء بتاع الماطر but the garbage collector is happy بيكون سعيد دي مميزات because he helps to clean the city عشان بيساعد في نظافة المدينة he is healthy because he works every day بيكون سعيد عشان بيتماشى كل ايه و دي نوع من انواع الرياضة انت اشوف طبعا وظيفة تتكلم عنها بردو ايه بنفس الطريقة الصفحة الوصدها 215 بصاشا عندنا اكتيفة استدربات على الدرس الثالث بيقول لي this mechanic work بيعملوا فين in the repair shop تصليح السيارات هنكتب هنا ايه حرف D this bus bus driver بيعمل ايه taking me to school بياخدني ايه المدرسة طبعا حرف ايه the bus driver بياخدني ايه المدرسة those builders البناء ايه بيعملوا ايه the new hospital the mail carrier ساعة البريد بيعمل ايه delivering letters يعني ايه بيوصل الخطابات حرف B طبعا دي ايه جاية زيادة معنا من اللي بيصلح الحنفيات طبعا اللي هو السباك مش موجود معنا بعد كده complete the sentence is a beard ده قريب ولا بعيد يبقى that الطائر بعيد عني that is a beard ذلك طائر not are beans الاقلام دي قريبة منها this are beans عشان قريبة جمعة قريب الاطفال دول بعيد يبقى those are or those and 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 there are many jobs they are many jobs some jobs are interesting for some people for some people but they are boring for the other people but they are boring for the other people all the jobs are very important to hold the jobs should help اظهر الوظائف كلها ايه لازم ايه تكمل بعضها البعض او تساعد بعضها البعض عشان نجعل المجتمع اجد بليس وليل مكان يصلح او جيد للمعنشة. على سبيل المثال الباص درايفر ساك الاوتوبيس هيلبس ابيلدر بيساعد البنة تو جيت تو وورك عشان يصل الى العمل بنوصله ايه بالاوتوبيس وين زا باص بريكس رب عندما يتعطر الاوتوبيس زا باص درايفر نيدز زا ميكانيك ساك الاوتوبيس محتاج الميكانيك تو فيكس زا باص عشان يصلح للاوتوبيس. we all need the garbage collector كلنا محتاجين جامع الكمامة to take away our garbage عشان ياخد الكمامة بتاعتنا بعيدا جدا. and keep power streets clean ويجعل شوارعنا محافظة شوارعنا نظيفة. so in our community علشان كده في مجتمعنا we can all help each other. كلنا نستطيع مساعدة بعضنا البعض. او السؤال عندي على القطع بيقول لي ايه. what should we do to make our community a good place. اللي احنا المفروض نعمله علشان مجتمعنا يكون يعني مكان جايد للعيش. هيقول لك ايه. the jobs الوظائف. should. يجب ان. help. each other. لازم الوظائف كلها كودين عين ساعد بعضنا البعض. why do we need the garbage collector. احنا مكتاجين جامع الكمام عليه. قال لك do take away our garbage. عشان يفضل الكمامة بعيدا جدا. and keep our بيقول لي. all the jobs are interesting for people. كل الوظائف ممتعة للناس. لا طبعا. بعد الوظائف الناس بتشوفها شيقة. نفس الوظائف الناس بتشوفها ايه. مملة. هيبقى false. بعد كده بيقول لي. when the pass breaks عندما انا عطل الاوتوبيس. الاوتوبيس لما بيعطل. the pass driver cycle الاوتوبيس needs a mechanic محتاج مجانيك يتوهل بهم عشان يساعده. طبعا كلام ده ترو. صحيح. يلا رتب. all. كل. كل ايه. all the jobs. all the jobs are important. بعد كده بيقول لي ايه. these are the plumbers tools. يعني دول ايه? ادوات السباكة. اجار page collector. جامع. collector. is بيكون. outside من خارج. all day. طول النهار بيكون من خارج. that. that. that a. mail. carrier ساعي. البريد بيعمل ايه? is. delivering. بعد كده عندنا لسن فور الدرس الرابع بالنمر 217 صفحة 217 أشورة الصور يعني كصة قصيرة كصة قصيرة تعالوا نشوف الكلمات يعني يجرب او يختبر experiment 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 سكرودرايفر اللي هو المفك سكرودرايفر سكرودرايفر وهندس معمارة architect architect عندي search هنا بتجيب اي حرف الكاف architect architect لعبة مكعبات بلوكس 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 عندي شارة القياس اللي هو المتلة بني اسبيد اسموه tape measure عندي ال u r e بتجيب s u r e بتجيب اي جر a measure tape measure tape measure tape measure راديو 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 تليفون محمول cell phone cell phone اللي هو الهاتف الخلوة هو الهاتف المحمول مروحة fan 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 مدرس او معلم teacher teacher كهرباء اي خدناك اكتر قبل كده electrician يبقى يختبر او يجرب experiment experiment مفك سكرودرايفر سكرودرايفر لعبة مكعبات بلوكس 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 وهندس معمارة architect architect اشارية قياس يعني tape measure tape measure راديو راديو سيل فون سيل فون تليفون محمول مروحة fan fan ودرس teacher 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 كهرباء electrician الافعال اللي عندي يفتح open الماضي منها opened open open يتعلم learn 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 يضع put put زي مهي مش بتتغير put put get angle يعني يغضب got angle get got get got explain يشرح اي فاسد بexplained call يعني يتصل ب call called call called other words كلمات اضافية different مختلف different different فضول curious 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 فوق الآخر on top of another on top of another ما يجال يعني still still يتعلم عن learn about learn about احيانا sometimes sometimes صبور patient patient شخص بالغ أضلت أضلت قلبنا الصفحة 218 ده ايدا المفك screwdriver 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 الشريط بتاع القياس tape major tape major tape major مكعبات blocks blocks بعد كده بيقول لي listen read and listen استمع ايه او اقرأ once do you know anyone like laura talia or amir حل تعرف اي شخص زي laura و talia و amir تعال نشوف they عندنا ايه three cousins تلاتة اولاد عام لارا كل واحد عنده ميور مختلفة عن الشخص الاخر اول واحد عندنا لارا when laura was a child لما يارى كانت طفلة صغيرة she loved to experiment كانت بتحب الايه التجربة she was very careless كانت محبة الاستطلاع او فضولية she always carried a screwdriver دائما كانت بتحمل ايه مفك and she opened old radios كانت ايه بتفتح الراديوهات القديمة cell phones والهواتف المحمولة and anything واي شيء that had electricity يكون ايه خاص بالكهرباء her favorite question كان سؤالها المفضل how does it work يعني كيف هيعمل الحاجة ايه بتشتغل ازاي هي بقى بتفكها عشان تشوفها بتشتغل ازاي عندها فضول she learned about safety with electricity وكايت متعلمة ازاي تتعامل بامان مع الكهرباء تمام بعد كده بيقول لي ايه تاليا تخلنا على مين بقى تاليا number two when talia was a baby لما تاليا دي كانت طفلة she played with blocks كان بتلعب المكعبات she put one block on top of the other كان بتحط المكعب فوق الاخر when she was older عندما اصبحت كبيرة she started making things بدأت تصنع عشياء she made a little house عملت بير صغير for her dog and she always and she carried and a pencil and a pencil and a pencil الشخص الشخص الثلاثة عندنا من امير امير was always very patient دائما كان شخص صبور and he liked helping people كان بيحبوا مساعدة الناس sometimes احيانا big brothers الاخوات الكبار can get angry ممكن يغضبوا at their little brothers من اخواتهم الصغيرين بط عمر was never angry عمر باش كن يعني عمر ما كان بيغضب من اخواته الصغيرين he played بيلعب he helped بيساعد and he explained things all the time ودائما بيشرح او بيفصل الاشياء طوال الوقت today اليوم بقى لارا وتاليا and عمر and امير sorry لارا وتاليا وامير are all adults اصبحوا كلهم ايه بالغين يعني شباب they still لكن مازالوا call each other بيتصلوا ببعض when they need some help لما يكون محتاجين المساعدة من بعضهم الصفحة اللي وصلها 219 علحنا ارينا ده بتاع ايه لارا وتاليا وامير be all think it choose and write what do you think لارا تاليا and amir do today ماذا تعتقد ايه ايه حاجات اللي بيعملوها دلوقتي امير وتاليا ولارا هنكمل لارا ايه لارا اصبحت ايه عند مهندس معمالي and architect and electrician اللي هو ايه الكهربائي وقتتش اللي هو المعلم لارا اصبحت ايه واحدة كانت شغالة دائما بالمفكات وعندها حب استطلاع بتفكوا كل حاجة ايه خاصة بالكهرباء يبه هي دلوقت ايه and electrician يعني كهربائية طيب تاليا اللي كانت بتلعب بالمكعبات ودائما بتتحرك بالشريط القياس والقلم والرصوص بتاحها ودائما بتبني الاشياء عملت بيت صغير الكلب بتاحها وعمل السريل اللي عروسة بتاعت اختها يبه هي ايه مهندسة معمالية and architect and architect طيب امير ايه امير اللي بيساعد الناس وبيفصل وبشرح تولي الوقت a t-shirt طبعا معلم تمام بعد كده بيقول لي على برضه على الدرس بتاع لارا وتاليا وامير بيقول لي انجابه على اسئلة دي who does amir call when the fan doesn't work امير هيتصل بمين لو عندهم مروحة في البيت ما اشتغلتش طبعا هيكلم مين اللي كان نفسها تكون كهربائية طبعا مين lara طيب who does lara call lara هتكلم مين when she wants to change something in her house لو عايزة تغير كده وتجدد في منزلها هتتصل بمين طبعا اتصل بمين بتاليا طيب who does talia call when she doesn't داليا هتتصل بمين when she doesn't understand لو هي مش فاهمة something in her english cross مش فاهمة حاجة فل في حصة الانجليز بتاعتها طبعا هتكلم مين هتكلم امير عشان يشرحها اللي هي مش فاهمة اشرح لها بعد كده دي اسئلة خاصة بك انت بيقول لك ايه عندي اسئلة متجاوب عليها عاوز تجاوب نفس الاجابات كده يعني نفس الطريقة بس حاجات مختلفة ماذا كنت تحب ان تلعب عندما كنت صغير وداله كنت بحب ايه وانا i was little كنت بالعب المكعبات والعراس انت تقول على الحاجات كنت بتحب تلعبها ايه تلعب بها وانت صغير بعد كده ماذا تحب ان تفعل الاندواء كنت بتحب تعمل ايه انا بحب اعمل تجارب هتقول علي حاجة انت بتحب تعملها دلوقتي وده بيسألك عن الوظيفة اللي انت ايه عايز تكون ايه تطلح ان شاء الله طبعا داله عايز اكون ساينتريس عايز اكون ايه عارب توهيل تيبول عشان اساعد الناس وبرضه تختار وظيفة من الوظيفة بتاع الاولاد دي وتقول ايه هتساعد الناس في ايه او ايه ليه انت بتحبها يعني هنا هتحاول تتكلم عن نفسك شوية نيلا بالصفحة طلبنا الصفحة 220 عندنا اكتفت التدريبات على الدرس الرابع بيقول لكم هنكمل المحارسة بالكلمات اللي عندي بين الكوصين يعني صغير جوب وظيفة الكتريشن كهربائي سكرو درايفر اللي هو الايه المفك سوها ما هي وظيفتك يا اميرا بتشتغل ايه قلت لها اي ام ان الكتريشن انا كهربائية ماذا كنت تفعله لما كنت صغيرة كنت بتعملي ايه قلت لها اي اول وسكارت دا ما كنت بحمل ايه اتس فريدين ترسلناها خطيرة جدا هنكمل الجمل العصور سامي بلايس ويس بولوكس سامي يلعب المكعبات مكعبات بولوكس رجل corrent ايه اس ان اركيتيكت ان ايه مهندس معماري مهندس معماري The architect Can you use a note major? Type major شريط القياس الصفحة اللي وصلها 221 عندنا سؤال التوصيل تالية بليد تاليكال بتلعب ايه ويس بلوكسال بتلعب بالايه بالمكعبات حرف الايه The teacher is المعلم ماله Very patient يعني صبور جدا المعلم Laura is an electrician Laura كهربائية She carries a screwdriver يعني تحمل المفك دائما What job do you want to do ايه الوظيفة اللي انت ايه تحب ان تقوم بها اوي التي تريدها عندما تكبر طبعا ايه الوحيدة اللي عندي فيها سؤال استفهام ندور على ايه حاجة انتهى بعلامة الاستفهام طبعا حرف البي ودي جاية زيادة ندخل بعد كده على سؤال الترتيب Laura curious curious very curious بعد كده امير امير لايكس بيحب ايه helping people بيحب مساعدة الناس امير استفهام امير امير فاعل اد وورك فاعل اد امير فاعل اد فاعل اد اد كيف تريد تجارب كتب على سئلة أختي نورا أختي نورا في الصف الرابع تريد أن تكون مهندسة معمارية تريد أن تكون مهندسة معمارية عندما كان نورا أختي نورا عندها أربع سنوات كانت تلعب المكعبات عندما كانت أصدقاء لما كبرت شوية بدأت تصنع الأشياء عملت منزل لكطة تبتعب تبتع بطاقة تبتعب دائما بيكون معها شغلة القياس وقال مرصص بأبو ومتا تبتعب بابا وممه ماذا تبتعب بطاقة نورا عملت إيه الكلب بتاعها؟ شي عندي دد وعندي ماك أجيب الماضي من دد من ماك تبقى شي ميد اهوة صنعت لها منزل وين دد نورا بلايوز بولوكس؟ امتا كانت بتلعب نورا باقي البولوكس؟ هنقول ايه؟ وين شي ووز فول لما كان عندها أربح سنوات نورا كاريت أسكرو درايفر نورا كادامة بتحمل ايه؟ المفاق سكرو درايفر طبعا الكلام ده فولس سكرو درايفر بيحملو ايه؟ الكهرباء ايه؟ في اللابت ايه؟ تكون ايه؟ مهندسة معمارية نورا سبيران تس قول والوز هيلب هاير الوالدين بتعنارة كان دامن بالسؤال دعا طبعا الكلام ده ايه؟ نكملين الدرس الرابع مع انه صفحة 222 هنكمله عندنا بروغنسييشن اللي هو النطق وعندنا كمان ماسي اللي هو الحساب اول حاجة نشوف عندنا درس الصوتيات عندنا المكاطع الصوتيات اللي هي سيلا بولس على هكت تتكون الكلمات في اللغة الإنجليزية المقاطع الصوتية وكل مقطع صوتي يحتوي على صوت متحرك واحد كما يلي زي اي كاونت زي سيلابولس يعني عد المقاطع با نا نا موزة الاي مع البي ادي كده مقطع والان اي مقطع والان اي التانية مقطع يبقى كل صوت متحرك اي بيديني اي بيديني مقطع لوحدين با نا نا يبقى الكلمة دي اي سيلابولس اربع مقاطع طيب الكلمة دي وطا ميلون طبعا دي مقطع وطا ميلون اربع مقاطع بطيخ كلمة بين تحتوي على مقطع صوتي واحد حيسوبها اي شرط اي تبقى دي اي وان سيلابول مقطع واحد كلمة دين تست مقطعين فيها الاي والاين بيقول اي بقى اي دين تستفى مقطعين في أغلب الكلمات إذا جاءت الحرف المتحركة ما عندونا فاصل فيها بذلك تعدى مقطع صوتي واحد فمسلا كلمة بيلدر بها حرفين متحركين متتاليين يبقى الحرف اللي جاء وراء بعضيها تعتبر مقطع صوتي واحد لكنهما اللي وجد بأنه مفاصل إذن هما مقطع اي واحد تمام في كلمة ميك تنتهي الكلمة بحرف الاي لكنها هنا لا تعتبر صوتي متحرك لأنه غير منطق أصلا ويعتبر مش موجود يبقى عندي برضو المقطع الواحد اللي هو ايه إذا جاءت الاي آخر الكلمة وكان قبلها ال فهناك أو فهنا تعدك مقطع صوتي كما في كلمة ايه يبقى عنها مقطع وهنا مقطع تاني لاحظ صوت حرف الواي وعد مقطع في المقاطع الصوتي فمسلا كلمة ايه يعتبر صوت متحرك يحتوي على مقطعين صوتيين هنا بيقول ايه انظر وقول how many syllables are in each word كبعرض المقاطع اللي في كل كلمة هنا أربع مقاطع ايه لك تريد شن تريد شن تريد شن تريد شن بيلدار تو ار اي تيكت ثري لاما تو مي كا نيكت ثري دين تيست تو دوكتور ثري ايه تو سوري كده عدد الايه المقاطع الصفحة اللي والصادة خلاص عرفنا موضوع المقاطع بعد ان تعلمنا الكلمات الانجليزية تقسم مقاطع صوتية نتعلم ان هناك مقطع يكون مشدد في الكلمة اسمه سريست اي ان صوت هذا المقطع يكون اكثر صوت بارس فيها الكلمة اكتر في الكلمة يعني اكتر صوت بنطاو او اكتر مقطع بنطاو وتختلف الشدة في اللغة العربية حيث تكون على حرف في الكلمة اما في اللغة الانجليزية تكون على المقاطع ويجب معرفة المقطع مشدد في اللغة الانجليزية لان ذلك ممكن وغير المعنى فمسلا كلمة ايه present اللي هي الاه الهديئة تعني هدية واذا كان التجديل على المقطع الاول اما اذا كان التجديل على المقطع الثاني زي ايه present يكون معناها ايه يقدم طبعا ولمعرفة المقطع المشدد في اللغة الإنجليزية بنقسم الكلمة إلى مقاطر الصوتية ثم نسمع الكلمة ونحدد المقطع ونبحث عنه في كموس اللغة الإنجليزية وسنرى علامة العلامة السمرة دي النقطة دي فوق المقطع المشدد بتوضح للمقطع المشدد فمثلا في كلمة dentist نقسم إلى den test ونرحز على المتجد على المقطع الأول Dentist 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 ماشي؟ رحز الكلمات التي تجد على المقطع الأول زي Plama Plama Teacher Teacher Pilda Driver Doctor Architect 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 الكلمة التي تجد على المقطع السمرة زي كلمة Mechanic Mechanic الكلمة التالية التجد على المقطع السمرة اللي هو عندي إيه اللي واحدة Electricion 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 بيقول إيه بقى Which one is correct Listen and choose أي مقطع مشدد السمع واختر Dentist or Dentist أن هو المقطع الصحيح طبعا إيه؟ ده الصحيح بعد كده بيقول إيه؟ مقطع الأول هو المشدد ده خط تحت المقطع المشدد في الكلمات ماشي Plama ده المقطع المشدد Teacher المقطع الأول هو المشدد بعد كده إيه؟ مقطع الأول هو المشدد بعد كده عندنا Dentist برضو المقطع الأول بعد كده عندنا إيه؟ مقطع الأول برضو Doctor طبعا إيه؟ برضو إيه؟ المقطع الأول السمع وضع دقائرة حول كلمات اللي بقى التشديد الصحيح طبعا واضح إيه؟ أنا هعمل إيه؟ دوائر على طول واضح عندي من شكل الكلمة طبعا ده هي الصحيحة وبعد كده عندنا Mechanic ده المقطع الصحيح برضو بعد كده تيتشار ده المقطع الصحيح Builder ده ده المقطع الصحيح Doctor ده المقطع الصحيح Driver ده المقطع برضو إيه؟ الصحيح قلبنا الصفحهم كمين الدرس الرابع وعندنا مثلا هو الرياضيات أو الحساب عندنا النهاردة Division اللي هي إيه؟ القسمة عندنا مثال القسمة النهاردة Division يعني القسمة عامية القسمة هي تقسيم مجموعة أشياء إلى أجزاء متساوية معايا كمية حاجات وعايز أوزعها بالتساوى على الأشخاص الـ Division is separating into different groups إن أنا أوزع إيه مجموعة مختلفة متساوية عندي 15 divided by 3 يعني 15 على الثلاثة equals 5 معايا 15 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 أسمتها على ثلاث مجموعات بالتساوي ثلاث مجموعات عضتني كان في كل مجموعة 5 يبقى 15 divided by 3 equals 5 15 divided by 3 equals 5 يعني 13 على الثلاثة أصلي 15 على الثلاثة تساوي 5 عملية القسمة هي تقسيم العدد لمجموعات المتساوية عندي 4 أبولز أربح تفاحات divided by 2 boys على 2 يبقى 4 على 2 equals 2 ثلاثة ثلاثة بعد كده حبابي بيقول إيه عندنا إيه 9 كارتس عندنا تسعة جزرات وعندنا إيه 3 جيرد للثلاث بنات يبقى العملية الحسابية بتاعتنا إيه 3 divided by 9 divided by 3 9 أوزحه مع الثلاثة كل واحدة هتاخد كام نحط هنا جزر اتنين ثلاثة نوزع البعين واحد اتنين ثلاثة واحد اتنين ثلاثة خلص التسعة يبقى كل واحدة أخذت كام هتاخد ثلاثة 9 على الثلاثة الساوي ثلاثة 9 divided by 3 equals 3 9 على الثلاثة الساوي ثلاثة الصفحة اللي وصلتها صفحة 225 انظر وفكر write the missing number 6 بالأرقام الناصة تعالوا نشوف العملية الحسابية لي بيقول لي يبقى 100 divided by not equals 2 طبعا نعرف ازاي يبقى هاخد المية دي اسمها على الاثنين عشان اعرف الايه الخانة اللي ناصر لما ااخد المية دي اسمها على الاثنين هتدين ايه 50 يبقى لما ااخد برضو المية اسمها على الخمسين هتدين ايه 2 يبقى 100 divided by 50 equals 2 100 على 50 تدين اتنين طيب عندنا 100 divided by 2 equals 50 تمام equals 50 سوي ايه 50 طيب عندنا 100 divided by 25 عندي 100 اوزحها على 25 يعني المية فيها كم 25 فيها 4 25 تبقى equals 4 طيب عندي 100 divided by not equals 24 هاخد ايه طبعا رأيي المية اسمها على 25 هتدين هنا ايه 4 تمام بعد كده بيقول لي 100 divided by not equals 5 ااخد المية اسمها على الخمسة عشان الاقي الانتجة ايه المقصة انا عند المية دي فيها كم خمسة ام فيها ايه 25 تبقى 20 20 يبقى 100 divided by 20 100 على 20 equals 5 100 divided by 5 عندي 100 اسمها على الخمسة هتدين ايه 20 20 read and solve problem اقرأ اوصل المسائل او ايه حل المسائل there are 200 children عندي 200 طفل انجريت فور في سنة 4 today they are going to يبقى احنا هنحول المسائل يبقى كده عندي ايه 200 طفل في سنة 4 they are going to or on a school trip رحيا رحلة مدرسية which school bus carries 50 children كل اوتوبيس فيه خمسين طفل how many buses do they need كم عدد الاوتوبيسات اللي احنا محتاجينها هنعمل ازاي بها هناخد 20 200 divided by اسمها على خمسين طفل equals المتين لما اسمها على خمسين هتديني ايه 4 يبقى انا كده محتاجة ايه 4 buses محتاجة اربع اوتوبيسات تمام وهي كده نلاقيها كده تعكيدة نشوف كاتب ايه find out يعني اكتشف what is the simple divided by cold العالمة تعالى دي اسمها ايه اسويس 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 اسماتيك اسماتيشن كولد دوهان جون ران يبقى العالم السويسري عندنا اسم ايه اسويس اسماتيشن عالم رياضيات اسويسري كولد جون ران اسمول جون ران يوز ايت فرس اين سيكستيم ففتي لين استخدم الرمز ده اللي هو علامة تعالى سنة ايه استخدمه الاول مرة 1659 ده ايه عالم رياضيات مع العرقام والمسال الايه الحسابية بكده نكون انتهينا من حل وشرح الدرس الثالث والرابع من الواحدة الخمسة استنون ان شاء الله الفيديو القادم هنحل مع بعضنا الدرس الخمس والسادس والداربات شاملة على الواحدة الخمسة كلها من كتاب بيبت عشرين اتنين وعشرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة